كلنا بندور على طريقة نضيف بيها لمسة حلوة على البيت وما فيش حاجة تحقق لك لمسة عنيقة وفي نفس الوقت هتديكي احساس بالراحة في البيت غير الزرع الزرع بيضيف لمسة جذابة للبيت والنهاردة هنساعدك في الاختيار ده وهنقولك على أفضل أنواع الزرع لكل قوضة في البيت مش بس عشان تديكي لمسة جمالية لكن كمان هتديكي فوائد حسب احتياجات كل قوضة خلونا نبدأ بالحمام نباتل ألجلونيما النبتة دي مناسبة جدا للحمام وخصوصا للخلفية البيضة أو الزرع النبتة دي عندها قدرة على امتصاص الغازات عديم الرائحة اللي ممكن يتسبب في مشاكل صحية والنبتة دي لو حططيها في الحمام هتنقي الهواء اللي حواليكي والمكان هيبقى مثالي لها جنب الشاور نبتة الليبلاب نبات تاني ليه قدرة هيلة على تنقية الهواء من الكاربون داكسايد أو تاني أكسيد الكاربون بكفاءة أكتر بكتير من أي نبات منزلي تاني نبتة الربسة النبتة دي طويلة شوية عشان كده لو حمامك صغير فهي هتكون مش أحسن اختيار لكن كمان بتعتبر إضافة حلوة قوي للحمام لأنها معروفة بتنقية الهواء عن طريق امتصاص أي أمونيا وده مفيد جدا خصوصا مع كمية المنظفات والمواد الكيموائية اللي احنا بنستخدمها في حمامتنا أما بقى النباتات اللي ممكن تضيفيها في غرفة النوم نبتة زنبق السلام النبتة دي ليها قدرة على امتصاص السموم من البيت بشكل فعال والنبات ده مفيد بشكل خاص لو لسا مجددة البيت ودهنا الحيطان والهواء مليان بالمواد الكيموائية السمة نبتة نبات الجلد أو جلد النمر النبتة دي معروفة أنها بتساعد على تطهير الهواء من السموم الضرة واستبدالها بالأكسجين النظيف واللي استبتت كمان أن هي بتحسن نوعية النوم نبتة فاليونوبسس النبتات دي بتيجي بظهور شكلها حلو وجذاب جدا كمان من النبتات اللي بتساعد على تطهير الهواء من السموم واستبداله بالأكسجين هنكمل النبتات المناسبة لباقي قوط البيت في الحلقات الجاية اشتركوا في القناة